أسألك سؤال برضو يعني أي حد بيبقى عنده أولاد مثلاً ثلاثة أولاد أربع أولاد بيحب أولاده كلهم بس بيبقى فيه عنده مفضل ابن مفضل شوية كده تحس إنه واخد دلع شوية سنة زيادة الخيول بالنسبة لك أو الحصان بالنسبة لك أنا بحس لما باجي معاك الاستابل بتاعك مش الاستابل بتاعي الاستابل اللي انت مأجره الاستابل اللي انت سلفه الاستابل اللي مش بتاعك بتاعك تفري كتير ربنا يا ربي بقى عندي استابل مش انت عندك خيل تماما عندي خيل بس مش في مكان معاك الاستابل يعني وبتشوف في حصان عندك مفضل آه كان عندي حصان مفضل دلوقتي أولاده هم المفضلين بالنسبة لك كان ومراح فين حصاننا أعز الولد والد الولد لا مات مات بتقولك أعز الولد والد الولد أيوة دي حقيقة أعز الولد والد الولد خصوصاً إنه هو جيناته كانت قوية جداً فالمهارة اللي خلفها نسخة تبقى القص سبحان الله كان ربنا رايد يعوضني عنه لأنه فعلاً يعني أنا ركبت خيل قليل وكتير وشفت بره مصر وجوه مصر وفي حفلات فروسية وشفت خيل كتير جداً بجد الحصان دا كنت محبه يعني كنت محب الحصان دا جداً ومات عياط على الحصان دا لما مات عياط 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 عليه كنت محبه جداً مات عاية؟ عاية ولا؟ آه جاله مالهارية أو حاجة بتيجي حاجة للخيل تبقى حاجة زي دور وراء بعضه كده ومات لأنه هو كائن حساس جداً لما مات نقلتوه فين؟ ما فيش نقلناه أنا شخصياً نزلت الصحراء وجبت عربية وشرطه على صحراء ودفنتو مرمتوش بقى لفي كلام الفوضي الخربات والترع والكلام دا دفنتو دفنتو آه تكريماً لي يعني مش كائن كان مخلص يعني وبعدين دا ربنا سبحانه وتعالى يعني كرم هذا الكائن وسيدنا رسول الله كرم هذا الكائن والصحابة وكرمه هذا الكائن ومعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وإناث الخيل ظهروهن زخراً وبطنوهن كنزل وخير الخيل الأحمر الأغر المحجل المطلق اليمين دي عايزة حلقة تانية وما تفتحنيش في الموضوع عشان محب الخيل جداً والله أحمد انت هايل بفارك وأقولك على معلومة يمكن تنفع حد لو حد ربنا مدينه القدرة الصرف على إناث الخيل كالصدق الجريب والله هذه معلومة أول مرة معلومة أجيبها من كتاب والله أعلم بس الصرف على إناث الخيل صدقة جريبة طيب نرجع لأسئلتنا حنان تورك أنا عرف أنك عصبية في أوقات ونرفز كده وسعب بتبقي التوركي بيطلع آه بتبقي جنونة بتطلع لما بتبقي في الحالة دي بتتعاملي مع معوجبينك إزاي يعني متنرفزة ومتضايقة وبتاع وخرجتي لقيت أنا سورك أستاذة حنان فنانة حنان بتعملي إيه بجد بقى بس بجد آه بتعمل إيه آه بعمل إيه مية في 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 لا معرفش مع يعني لأ باك بتقدري تسيطرة لنفسك يعني وبتتعاملي ببلطف مع الناس آه آه جدا ده بيبقى فيه جهد أنا عارف طبعا الموضوع ده بس أنا بكلمك إنتي أنا أنا ببقى إني موزيع دلوقتي آه بكلمك نخرج نفسك إنتا من ما فيه جهد آه طبعا جهد جبار جدا لأنه هم مزدن بهم حاجة آه ولأنهم مش فاهمين أنت جاي منين مش عارفين الحكاية ومش تعطي تشرح بقى مش طول ما أنت ماشي أصلي مش عارفة حصل مش عيان فعني فما جزا للوقت هتقول مساء الكيرو كذا بس لأن أنا عناية بتفضحني جامد جدا بيبقى ممكن قوي قوي تقولي مالك آه فعلا المهم بس أن المتفرج أو المعجب ما يفهمكيش غلط أنك أنت مش متضايقة منه بتضاري تسيطر على حكاية لا 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 خالص بتسيطر على الموضوع ده آه طبعا